يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة الحجة عليه السلام سلام 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 على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة التاسعة بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الزبدة الزهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الزهبي العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك كان الحديث في الحلقة الماضية عن فتنة المدينة إنها الفتنة التي سمتها الأحاديث الشريفة بفتنة الله والعزة لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية لكنني أذكركم بنحو إجمالي بعد أن تم الكلام في مجريات مكة وأحداثها فإن الإمام الحجة يتوجه إلى المدينة أهم حدث سيكون في المدينة فتنة المدينة لأن الإمام سيقوم بنفس قبر أبي بكر وعمر إلى بقية التفاصيل التي حدثتنا الروايات والأحاديث عنها هذا الكلام ما هو كلامي؟ إنني قرأت عليكم الأحاديث من مصادرها إنها أحاديث نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أتباع سقيفة بني ساعدة يرفضون هذا الكلام هم أحرار حديثنا في واقعنا الشيعي البتريون اللعناء في النجف وكربلاء أتحدث عن المراجع الطوسيين وأتباعهم يرفضون هذه الروايات والأحاديث يرفضونها سندا وفقا لعلم رجالهم والذي أعبر عنه دائما من أنه علم القنادر ويرفضون متون هذه الأحاديث لهاجس بتري ناصبي في بواطنهم إنهم يسعون دائما إلى تبرئة أعداء الزهراء وإلى الدفاع عنهم وإن كان بأسلوب خفي لأنهم لا يستطيعون أن يجاهروا بذلك أمام عوام الشيعة من الدخيين من أتباعهم مثل ما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد وصف المراجع البتريين النجفيين والكربلائيين وصفهم بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يظهرون هذا الأمر أمام أتباعهم يشبهون عليهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون وإلا فهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه ما هي كلمات هذه كلمات إمامنا الصادق التي نقلها لنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا هناك هناك هاجس بتري في بواطنهم يحاولون أن يدافع عن أعداء الزهراء وأن يبرئ قتلة الزهراء من جريمتهم بقدر ما يستطيعون يحاولون أن يظهر من أن أمير المؤمنين كان على وفاق مع أصحاب السقيفة اللعينة والهدف الأسمى عندهم أن يضعف أحاديث العترة الطاهرة بقدر ما يستطيعون وكلما قام المرجع بتضعيف عدد أكبر كلما على منزلة في التحقيق وصار سيدا للمحققين مثل ما يعبرون عن الخوئي مثلا من أنه سيد المحققين لأنه ما ترك شيئا من ثقافة العترة إلا ونقضه هذا هو الواقع الشيعي البتري النجس القذر في أجواء الحوزة الطوسية النجفية والكربلائية إذن عرضت لكم مناقشة هؤلاء البتريين لهذه الروايات التي مر ذكرها في الحلقة الماضية ولا أعبأ بمناقشة هؤلاء الجهال السفهاء الضالين المضلين أتباعهم يعبؤون بها أتباعهم أحرار مثل ما أتباع سقيفة بني ساعد هم أحرار أيضا ما علاقتنا بذلك سأناقش الموضوع مناقشة زهرائية بحسب المذاق الزهرائي أما السند فلا قيمة له في الثقافة الزهرائية لأن الثقافة الزهرائية تعتمد على القرآن وحديث العترة وليس كالثقافة البترية التي تعتمد على ما أنتجته السقيفة بني ساعد وما أنتجته السقيفة بني طوس اللعينة القرآن بتعبير واضح وصريح في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات القرآن ينقض علم الرجال من أوله إلى آخره وينقض معه علم الحديث وعلم أصول الفقه في آية واحدة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا انتهى علم الرجال لأن الآية تقول لا شأن لكم بناقل الخبر حتى لو كان فاسقا لا ترد خبرا وإنما عليكم أن تبحثوا في المتن وتستمر الآية فتقول أن تصيب قوما بجهالة الآية تخبرنا من أن خبر الفاسق يولد علما وبهذا ينتهي هذا الهراء من تقسيم الأخبار إلى أخبار متواترة وإلى أخبار آحات وينتهي هذا الهراء من أننا نعمل بخبر الثقة وخبر الثقة ظني ولكن جعلت له حجية من قبل الشارع كل هذا أكاذيب هذا هو القرآن صريح يقول بأن خبر الفاسق يمكن أن يؤدي إلى علم فما الحاجة إلى الحديث عن أخبار آحات وعن أخبار متواترة كل هذا هراء مع أن التواتر لا وجود له على أرض الواقع كلها أوهام وأضاليل لا حقيقة لها ولا أريد أن أناقش هذا الموضوع لأنني قد ناقشته كثيرا في برامج السابقة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا لا تردوا خبر الفاسق وإنما ابحثوا عن صحة متنه إذن لا علاقة لنا بالأسانيد أن تصيبوا قوما بجهالة إذا لم تتأكدوا من مضمون الخبر إذن مضمون الخبر سيؤدي إلى علم فلا يوجد كلام هنا عن الظنون لأن القرآن يرفض العمل بالظنون وبكل أنواع الظنون أما هذا الهراء الذي يتحدثون عنه في الحوزة الطوسية النجسة القذرة من أن الظنون جعلت حجة من قبل الشارع هذا الكلام لا حقيقة له لا في القرآن ولا في حديث العترة الطاهرة هذا منطق القرآن منطق أحاديث العترة الطاهرة إنني أقرأ عليكم من الكهف الشريف من أوثق كتبنا هذا هو الجزء الأول للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والثمانين إنه باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث الثاني بسنده بسند الكليني خلاصة ما جاء في الحديث ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ابن أبي يعفور يقول للإمام الصادق تأتينا الأحاديث عنكم بعض رواتها موثوقون عندنا والبعض الآخر لا نثق بهم فماذا قال له الإمام الصادق إذا ورد عليكم حديث ما قال له فانظروا إلى السنة إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فاخذوا به وإلا فالذي جاءكم به أو لا به أكان موثوقا أم لم يكن الكلام إذن في المتن بغض النظر عن الراوي أكان ثقة أم لم يكن ثقة هذا الهراء الذي يتحدثون به في حوزة الطوسي من أن الآية لها مفهوم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم الآية إذا جاءكم ثقة فخذوا به هذا المفهوم ليس موجودا في هذه الآية وحتى لو كان موجودا لماذا يتركون العمل بالمنطوق الحجية الأولى للمنطوق منطوق الآية من أنه لا ترد خبر الفاسق حتى إذا افترضنا أن مفهوما للآية مثل ما يقولون والحقيقة أن الآية فيها مفهوم أن لا تعمل بالظنون وليس أن لا تعمل بخبر الفاسق وعمل بخبر الثقة لأن الآية واضحة أن تصيب قوما بجهالته إذا تأكدنا من خبر الفاسق فإننا سنكون قد حصنا العلم إذن لا يجوز لنا أن نرتب الأثر على الظنون لأن الظنون جهالة يجب علينا أن نعمل بالعلم وهذا هو الذي ينسجم ما بين الآية وما بين الرواية أقرأ عليكم الآية وأقرأ الرواية وأكتفي بذلك الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة عليكم أن تحصل العلم من خلال البحث في المتن لا في السنة وهذا الفاسق فاسق بتقييم من الله وليس بتقييم من الرجاليين الذين تقييماتهم ظنية لا توجد تقييمات يقينية عند الرجاليين حتى لو كانت حسيته مع أن التقييمات في كتب الرجال ما هي بحسيته الخوء حينما يقيم الرجال السستاني حينما يقيم الرجال متى اطلع حسيا على رواة الحديث الذين عاشوا في القرون الأولى متى تواصل معهم حسيا ما يصدرونه من أحكام إنها أحكام حدسية الأحكام الحسية تظنية فما بالكم بالأحكام الحدسية ولذا فإن الآية تطالبنا أن نعمل بالعلم بالعلم الذي يستند إلى القرائن والأدلة والشواهد التي تتفق مع مضمون الخبر والكلام هو هو في حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذا ورد عليكم حديث بغض النظر عن الراوي أكان ثقة أم لم يكن إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا به وإلا فالذي جاءكم به أو لا به أكان ثقة أم لم يكن إذن السند لا قيمة له في الثقافة الزهرائية التي تعتمد قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم حيث ينسجم القرآن مع حديثهم بشكل واضح وصريح وبين لا قيمة للسند ولا قيمة لما يقوله هؤلاء البتريون اللعناء في حوزة النجف وكربلاء نذهب إلى فاصل حينما يعترض البتريون اللعناء أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء وأتباعهم حينما يتحدثون عن مضمون الأخبار المتقدمة في الحلقة الماضية والتي تدور حول نبش إمام زماننا لقبر أبي بكر وعمر من أن الإمام ما هو بنباش للقبور هذا الكلام لاقي مهتله نبش القبور قد يكون أمرا حسنا وقد يكون أمرا سيئا لابد أن ندرس الملابسات حول الواقعة وتفاصيل الأحداث رواياتنا أخبرتنا من أن نوحن النبي لما اقترب موعد الطوفان فإنه أخرج رفات أبينا آدم من قبره في المكان الذي كان متهونا فيه وحمله معه في السفينة وبعد أن انتهى الطوفان دفنه في قبره في النجاف وحينما توفي نوحن النبي أوصى أن يدفن إلى جانب أبيه آدم ولذا حينما نزور أمير المؤمنين هكذا نسلم عليه السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح فنوحن النبي نبش قبر أبينا آدم ونقله إلى مكان آخر إلى حيث دفنه في النجاف موسى النبي حينما أراد الخروج من مصر مع بني إسرائيل نبش قبر النبي يوسف وأخرجه معه ونقله إلى فلسطين ودفنه في فلسطين هذا أمر فعله الأنبياء هناك غاية ما هي الغاية من النبش هذا الكلام كلام يضلل به أهديخيون من أن الإمام ليس نباشا للقبور نوح النبي فعله مع نبي مع آدم موسى النبي فعله مع نبي مع يوسف ويمكن أن أنبياء آخرين فعلوا هذا الأمر لكن المعلومات لم تصل إلينا في أحكام الشريعة إذا كانت أرض المقبرة مقصوبة وصاحبها يريدها يحق له أن يخرج الموت من تلك القبور يحق أن يقوم بنفس القبور لأن أرضه قد غصبت وأخذت من دون رضاه وجعلت مقبرة فمن فمن حقه أن يخرج الذين دفنوا من دون رضاه في أرضه مثلما من حقه أن يخرج الأحياء من أرضه إذا كانوا قد أخذوها خصبا وهذا حكم واضح في الشريعة في الشريعة أيضا إذا ما سقط من الإنسان الذي يباشر الدفن شيء ثمين شيء مهم بغض النظر هل كانت الأهمية مادية أم معنوية ودفن الميت وبعد ذلك تذكر بعد عدة أيام من أن ذلك الشيء قد سقط منه في القبر يجوز له أن يقوم بنفس القبر وأن يخرج ذلك الشيء الثمين في التحقيقات الجنائية إذا توقفت التحقيقات الجنائية على معرفة القاتل أو معرفة المقتول أو لمعرفة أمور مهمة في شأن مهمة ويحتاجون في ذلك أن يقوموا بنفس القبور يجوز لهم ذلك شرعا وقانونا إذا كان الميت قد أوصى أن يدفن في أرض النجف ولكن أهله لم يستطيعوا أن ينفذ وصيته بسبب الظروف المحيطة بهم يستطيعون أن يدفنوه مؤقتا في المكان الذي يستطيعون أن يدفنوه فيه وبعد ذلك يقومون بنفس قبره لكي ينقلوه لدفنه في النجف هناك الكثير من الأحكام والكثير من التفاصيل الشرعية التي التي تجعل نبش القبر أمرا جائزا بل يمكن أن يكون أمرا حسنا بل يمكن أن يكون أمرا واجبا لو لم يكن هذا الأمر واجبا وضروريا جدا لما فعله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أقول لما فعله هو لم يفعله لحد الآن لكنني أتحدث بأسلوب صياغة التاريخ المستقبلي وكأنه قد وقع إذن هذا الإشكال لا قيمة له لا معنى له من أن الإمام ما هو بنباش للقبور هذا كلام قد يقبله الجهال المحققون لا يقبلون بهذا الكلام لأننا سنقف عند هذه النقطة عملية نبش القبر ليست سيئة ليست مذمومة دائما قد تكون واجبة قد تكون ممدوحة كحال نقل الميت إلى أرض النجاف وقد تكون جائزة كل واقعة وكل حالة لها تفاصيلها ولها ملابساتها وقد تكون عملية نبش القبر سيئة محرمة إذا أراد النباش أن يسرق كفن الميت مثلا إذا أراد أن يعتدي على الميت إذا أراد أن يقوم بهدك حرمة الميت إلى غير ذلك ما هي الغاية من عملية النبش الإمام صلوات الله وسلامه عليه له غاية بل غايات واجبة وضرورية حتى إذا أردنا أن نغضى الطرف عن غايات الإمام العظيمة والعظيمة جدا صلوات الله عليه هذا المكان من أملاكه الشخصية أقرب وارث للزهراء هو إمام زماننا بحسب أحكام الموارث فإنه سيحجب الذين من بعده هو أقرب إلى الزهراء لا يوجد أقرب منه إلى الزهراء بغض النظر عن الإمامة وبغض النظر عن مقاماته الإلهية العظمى الإمام الذي الذي دفن دفن فيه رسول الله هو ميراث فاطمة لأن النبي صلى الله عليه وآله دفن في بيته وبيت وبيت النبي ميراث لفاطمة زوجات النبي حصتهن قليلة جدا لأن النبي حينما استشهد وقتل قتل مسموما صلى الله عليه وآله ترك تسعا من النساء حصتهن جميعا الثمن كم مساحة بيت النبي هل كان بيت النبي وحسعا جدا حتى لو كان واسعا جدا لم يكن كذلك حتى لو كان واسعا جدا فحصة نساء النبي الثمن وهذا الثمن يقسم بينهن إلى أتساع فحصة عائشة التسع من الثمن إذا أردنا أن نحسب مساحة المكان بأن المكان بمساحة خمسمائة متر مثلا كم سيكون الثمن وكم وكم سيكون التسع من الثمن مساحة قليلة جدا هذا البيت بيت فاطمة ميراث فاطمة والذي يرثها صاحب الأمر دفن أبو بكر وعمر غصبا في هذا المكان هو صاحب الأرض يريد أن يخرج الذين دفنوا غصبا في هذا المكان من حقه أو ليس من حقه بحكومة الشر من حقه أو ليس من حقه هذا بيته هذه أرضه هذه أملاكه الشخصية بغض النظر عن الإمامة وبغض النظر عن جرائم أبي بكر وعمار أناس دفنوا غصبا هذه أرض مقصوبة صاحبها في هذه اللحظة صار متمكنا من إرجاع حقه يجوز له أن يخرج الذين دفنوا غصبا وقسرا في أرضه من دون رضاه هذه قضية واضحة وإن كان الأمر لا يناقش بهذه الطريقة لكنني أريد مناقشته من جميع الجهات سأذهب سأذهب إلى أبعد ما يمكن أن أذهب إليه أما أن النبي لا يورث هذه أكذوبة أبي بكر وعائشة هذه أكذوبة لا حقيقة لها تتعارض مع منطق القرآن وتتعارض مع منطق رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان الأمر هكذا فهل كان علي سيد العوصياء يجهل بهذا الأمر ماذا نقرأ في صحيح مسلم هذا صحيح مسلم وصاحب الصحيح توفي سنة ميتين وواحد وستين للهجرة هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين وأربع ميلادي صفحة ستمية وسبعة واربعين كتاب الجهاد والسيار وهو الكتاب الثاني والثلاثون في صحيح مسلم الباب الخامس عشر باب حكم الفين الحديث أربع تالاف خمسمية وثلاث وتسع بسنده بسند مسلم عن عمر بن الخطاب الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها هذه الرواية تشتمل على بيان رأي أمير المؤمنين علي ورأي العباس ابن عبد المطلب في أبي بكر وعمر لا شأن لي برأي العباس ابن عبد المطلب وإن كان الكلام هو هو من الذي يتكلم عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب هو الذي يتكلم عمر بن الخطاب يقول لأمير المؤمنين وللعباس بن عبد المطلب ولا شأن لي بالعباس بن عبد المطلب إنني أتحدث عن علي هنا والكلام عن مراث رسول الله صلى الله عليه وآله عمر يقول فلما توفي رسول الله قطعا هنا صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بتراء وهذا يعني أن دين القوم دين أبتر فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله على أي أساس نستمر في الكلام قال أبو بكر أنا ولي رسول الله فجئتما يخاطب أمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك يخاطب العباس ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها يشير إلى أمير المؤمنين فقال أبو بكر قال رسول الله ما نوره ما تركناه صدقة هذه أكاذيب أبي بكر عمر يقول لأمير المؤمنين وللعباس فرأيتما رأيتما أبا بكر فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا هذا هو قول علي في أبي بكر من أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن هذا الحديث موجود في صحيح البخاري ولخن البخارية سيد المحرفين وزعيم المدلسين وعظيم المفترين لذا حذف هذه المضامين من الحديث نفسه وإلا فالحديث هو هو موجود في صحيح البخاري لا أريد أن أناقش هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف من برامج فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركناه صدق فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا عمر يقول والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق هناك رأي هذا رأي علي وهذا رأي عمر وأنتم أحرار تريدون أن تأخذوا برأي علي فهذا هو رأي علي في أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن برواية عمر تريدون أن تعملوا برأي عمر فإن عمر يقول من أن أبا بكر صادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر عمر يقول وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر على أهل أساس فرأيتماني كاذبا آثم غادرا خائن هذا رأي علي في عمر من أنه كاذب آثم غادر خائن عمر هو الذي ينقل الحديد وأنا أقرأ من صحيح مسلم والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق ما دح نفسها كذامها كما يقول صلى الله عليه وآله هو يمدح نفسه فيقول والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق هذا رأي علي في عمر ما هو رأي علي في عمر من أن عمر كاذب كاذب آثم غادر خائن بلسان عمر هذا الكلام ينقله عمر أمير المؤمنين كان يسمع الكلام لو لم يكن رأيه هذا لقال له لا إن رأي ما هو بهذا سكوت الإمام هذا تقرير واضح عمر يقول عن نفسه من أنه صادق بار راشد تابع للحق في علم الرجال حينما يمدح أراوي نفسه تأخذون بمدحه ماذا تقولون إنكم لا تأخذون بمدحه لنفسه هذا رأي علي رأي علي في أبي بكر وعمر من أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن ومن أن عمر كذلك كاذب آثم غادر خائن رأي عمر في أبي بكر من أن صادق بار راشد تابع للحق وكذلك رأي عمر في نفسه من أنه صادق بار راشد تابع للحق أنتم أحرى تريدون أن تعمل بقول علي تريدون أن تعمل بقول عمر لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله موجودا يعمل بقول من يؤيد قول من هل يؤيد قول علي أم يؤيد قول عمر سيرة النبي ما من موقف واحد رد فيه على علي ولكن كم من مرة عنف عمر بن الخطاب لا أتحدث عن كتبنا أتحدث عن كتب سقيفة بني سعد هذا هو رأي علي في أبي بكر وعمر في هذه الأكذوب من أن النبي قد قال من أنه لا يورث وماذا بعد هذا هو صحيح البخاري البخاري توفي سنة ميتين وستة وخمسين وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى الفين واربعة ميلادي صفحة الف ومية وتسعين إنه كتاب الفراغ الكتاب الخامس والثمانون من كتب صحيح البخاري الباب الباب الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بترا تعني دينا أبتر إنه الدين الأبتر للبخاري والدين الأبتر للذين يروون حديث البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدق رقم الحديث ستالاف سبعمية وخمسة وعشرين وكذلك ستالاف سبعمية أو ستة وعشرين بسنده بسند البخاري عن عائشة أن فاطمة والعباسة عليهم السلام عليهم السلام جاء مكتوبا في صحيح البخاري أن فاطمة والعباسة إنه العباس ابن عبد المطلب عليهم السلام أتى يا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال إلى أن يقول الحديث فهجرته فاطمة فلم تكلموا حتى ماتت علي يجهل بهذا الحكم فاطمة التي كان النبي الأعظم لا يدخل بيتها حتى يستأذنها في الدخول وإذا لم يحصل على الإذن فإن النبي لا يدخل بيتها فاطمة التي هي سيدة آية التطهير لا تعرف حكما بسيطا كهذا الحكم وعلي كذلك العباس ابن عبد المطلب لا يعد في عظماء العلماء ولكنه لا بد أن يسمع من علي وفاطمة نساء النبي كذلك ما سمعنا هذا من رسول الله صفحة ألف مية واحد وتسعين من الباب نفسه رقم الحديث ستة آلاف سبعمية وثلاثين بسنده بسند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة من عائشة إنها صلاة بتراء يعني أن دينها دين أبتر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثه فقالت فقالت عائشة أليس قال رسول الله لا نور ما تركنا صدقة فقط عائشة كانت العالمة علي لم يكن عارفاً بهذا الحكم وفاطمة أم أبيها لم تكن عالمة بهذا الحكم كيف قال عنها رسول الله من أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها إذا كانت جاهلة بأحكام الدين هل هذا الكلام منطقي وهذه النصوص موجودة في البخاري ومسلم من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها كيف يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وهي لا تعرف أحكام الله وهي لا تعرف ماذا يرضى الله وماذا يغضب الله أي منطق هذا يا أيها الشيعة يا أيها السنة أليس هذا في كتب الشيعة والسنة من أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها فكيف يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وهي لا تعرف ماذا يرضى الله وماذا يغضب الله لأنها جاهلة بأحكام الدين أين تضعون هذه الحقائق علي جاهل بأحكام الدين فاطمة جاهلة بأحكام الدين ما أنتم تقولون يا أيها السنة في كتبكم من أن النبي في غدير خم قال هذا الكلام اللهم والي من والاه وعادي من عاداه كيف قال رسول الله لعلي هذا الكلام بغض النظر عن الخلافة والوصي مثل ما تفترون على الله ورسوله من أن النبي أراد أن يبين حبه لعلي في واقعة غدير خم فلنأخذ بكلامكم ولنضرب بالقرآن عرض الجدار لنأخذ بهذه الافتراءات ما معنى أن قال النبي لعلي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه إذا كان علي جاهلا بأحكام الدين حينئذ ستكون مواقفه ليست سليمتان فكيف يدعو له النبي بأن الله يوالي من والاه فهنا سيكون الموالي له يواليه على خطأ لأن علي لا يعرف الأحكام وسيعادي من عاداه مع أن الذي يعاديه هو على صواب إذا كان أبو بكر على صواب مثل ما يقول عمار من أن النبي قد قال من أننا لا نور ما تركناه صدقة حدث العداء بين علي وأبي بكر في هذه المسألة وحدث الذي حدث إذا كان أبو بكر على صواب وكان علي على خطأ كيف ينسجم هذا الكلام اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فهل أن الله يعادي أبا بكر مع أنه على صواب وهل أن الله يوالي علي مع أنه كان على خطأ أي منطق هذا ماذا الهراء فعلي كان جاهلا بالأحكام وفاطمة كانت جاهلة بالأحكام والعباس ابن عبد المطلب كان جاهلا بالأحكام ونساء ونساء النبي زوجات النبي ما عدا عائشة ما عدا عائشة قطعا حفصة ستكون معها فهتان المرأتان حسابهما مبين في القرآن في سورة التحريم بشكل واضح وسورة التحريم في عائشة وحفصة الرواية في البخاري عن عمر بن الخطاب ابن عباس سأل عمر ابن الخطاب عن سورة التحريم فأجابه من أن سورة التحريم في عائشة وحفصة الرواية في صحيح البخاري ليس الحديث عن هذه المسألة وإلا فإنني أخرجها لكم وماذا بعد صفحة 1293 إنه الكتاب السابع والتسعون من كتب صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الباب السادس عشر رقم الحديث سبعتالاف ثلاثمية وثمانية وعشرين وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أتفن مع صاحبي فقالت إي والله قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا من أين جاءت عائشة بهذه السلطة إذا كان النبي لا يورث إذن هذا البيت الذي كانت تسكن فيه ليس ميراثا فليس من حقها أن تتصرف فيه ولماذا يأخذون الإذن منها إذا كان النبي لا يورث ما هذا العبث بالدين هؤلاء اغتصبوا وظلموا وقتلوا فاطمة بعد أن قتلوا رسول الله قتلوا رسول الله أولا ثم قتلوا فاطمة والروايات والأحاديث عندنا إنهم أرادوا أن يحرقوا عليا وفاطمة والحسن والحسين لكن الأحداث جرت بطريقة تخالف الطريقة التي خططوا لها فاستطاعوا أن يقتلوا فاطمة فقط قتلوها قتلوها تعذيبا وهذا ما هو كلامي هذا كلام العترة الطاهرة هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو أعرف بما جرى على أمه فاطمة هل تريدون مني أن أسأل مثلا معاوية ابن أبي سفيان عن الذي جرى على فاطمة هل تريدون مني أن أسأل أبا هريرة مثلا عن الذي جرى على فاطمة الصادق هو الذي يحدثنا عن الذي جرى على فاطمة من أنهم قتلوها قتلوها ضربا واغتصبوا ميراث النبي وصارت عائشة تتصرف فيه لماذا الصحابة يستعذنون من عائشة عائشة بحسب ما روت هي وروا أبوها في هذه الكذبة الواضحة الصريحة التي تخالف صريح القرآن من أن النبي لا يورث كذبة أبي بكر وعائشة عمليا عمليا عائشة قد كذبت هذا الحديث فها هي تفرض سيطرتها على بيت النبي وها هي تسأل وتستأذن ويستأذنها عمار ويستأذنها الصحابة في أن يدفن بجوار رسول الله وكأن الأرض والبيت والمكان تحت سلطتها بنحو شرعي كان المكان تحت سلطتها بنحو غير شرعي عملية اغتصاب فحينما يظهر إمام زماننا هذا ميراثه أرضه مغصوبة أملاكه مغصوبة هذه الحقائق بين أيديكم كيف تستطيعون أن تواجهوها إذا كنتم تتعاملون مع هذه الحقائق بوجدانكم وإنصافكم لا بالمكابرة والعناد المكابرة والعناد هذان الأمران لا يوصلان إلى شيء في آخر الأمر أكان الأجل قريباً أم بعيداً ستتضح الحقيقة وإمام زماننا آت أكان في أيامنا هذه أم في الأجيال القادمة ستتضح الحقيقة نذهب إلى فاصل وسؤال يطرح نفسه وبإلحاح منطقي نحن نتحدث عن قائم آل محمد السؤال هنا كيف يملأها قصطاً وعداً من دون أن يضع الأمور في نصابها سأضرب لكم مثالاً هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكلين وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات في صفحة الخامسة والخمسين إنه الحديث الحادي والعشرون خطبة لسيد الأوصية سأذهب إلى موطن الحاجة منها الخطبة طويلة ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته هذا الكلام في الكوفة في الكوفة في العراق ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبلي من هم الولاة قبل علي أبو بكر عمر وعثماء قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه متعمدين لخلافه ولهذا السبب حينما عرضوا الخلافة على علي في الشورى العمرية وهي شورى غريبة إنها شورى إجرامية بتمام معنى الكلمة لقطع الرؤوس وشتخها بالسيوف عرضوا الخلافة عليه بشرط أن يتعهد أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر رفض أمير المؤمنين الخلافة كان بإمكانه أن يقبل مجاراتا لهم وبعد ذلك لا يعمل بسيرتهما لكنه أراد أن يبين ما هو الحاق وما هو الباطل فرفض الخلافة وهذا الكلام يتفق اتفاقا كاملا مع موقفه في رفضه للخلافة حينما اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر قد عملت الولاة قبل أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته هكذا فعلوا فأي شيء بقي من دين رسول الله مثل ما حدثتكم في الحلقات الماضية هناك دين الأنبياء والأوصياء في بني إسرائيل وهناك دين الأحبار والحاخامات دين السنة هو دين صحابتي لا علاقة له برسول الله وآل رسول الله ودين مراجع النجف هو دين المراجع هو دين الطوسيين لا علاقة لهذا الدين بالعترة الطاهرة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وهذه النصوص وهذه المعطيات وهذه الوثائق تريدون أن تكذبوها بهراء علم الرجال وبخراء الطوسيين هذا أمر راجع إليكم هذه حقائق قد عملت الولاة قبل أعمال خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته الصحابة نقض عهد رسول الله مراجع النجف كذلك نقض عهد إمام زمانه هنا أمير المؤمنين يبين لنا كيف أن الصحابة نقض عهد رسول الله إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 الهجرة بين للشيعة من أن أكثر مراجع الشيعة قد نقض العهد معه ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فهنا إمام زماننا يحدثنا عن مراجع الشيعة عن أكثرهم كيف أنهم نقضوا العهد معه وهنا أمير المؤمنين يحدثنا كيف أن صحابة نقضوا عهد رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ثم يتحدث عن الأمور التي أسس فيها بدعهم الحديث عن أبي بكر وعمر وعثمان وبين أمير المؤمنين المصادق الكثيرة وقال من أن الناس تريد بدعهم الخطبة طويلة ولا أجد وقتا كي أقرأها وإذا ما قرأتها فإنني سأضطر إلى شرحها وأنا لا أجد وقتا كافيا لذلك من جملة ما ذكره من أنه لو أراد أن يقيم الحق وردت فدك إلى ورثة فاطمة حينما يظهر إمام زماننا من هو وارث فاطمة أمير المؤمنين ما فعل ذلك لأن الأمة كانت معاندة لأمير المؤمنين أمير المؤمنين لم يستطع أن يصحح مسار الحكم إلا بحدود معينة قد تقولون إذن لماذا قبل بالخلافة قبل بالخلافة لأجل أن يضع مسار الحق واضحا علي وضع مسار الحق واضحا مثلما قاتل معاوية والإمام كان يعلم بأن هذه المعركة لن تنتهي بفوزه على معاوية إنما أراد الإمام أن يبين النقاط الدالة في طريق الحق وضع العلامات الواضحة وشخص الأمر بينا فالإمام يقول لو أن الأمور تجري كما يريد لفعل هكذا وردت فدك إلى ورثة فاطمة وردت صاع رسول الله كما كان حرفوا كل شيء صاع رسول الله كان خمسة أمدات حولوه إلى أربعة أمدات وهذا الأمر يرتبط بالأوزان والموازين الشرعية ولا أريد أن أخوض فيه هذه خطبة أمير المؤمن كتاب سليم بن قيس الهلالي هذا هو الجزء الثاني من الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصار إنها الطبعة الثانية من طبعة مطبعة الهادي ألف أربعمية وستعش هجري قمري سليم ابن قيس الهلالي توفي في السنة السادسة والسبعين للهجرة هذا أقدم كتبنا صفحة خمسمية وثمانية وسبعين إلى صفحة خمسمية وثمانين كان في نية أن أقرأ الكلام كله لكنني أرى الوقت يجري سريعا خلاصة الكلام خلاصة الكلام محاورة فيما بين سلمان المحمدي وأمير المؤمن خلاصة الكلام من أن إبليس حضر بيعة أبي باكر ومن أنه بايع أبا بكر هكذا يصفه سلمان جاء جاء بصورة رجل شيخ كبير يتوكأ على عصا صعد المنبر إنه أول من صعد لبيعة أبي بكر وخر وهو يبكي ويقول بعد أن بايع أبا بكر الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا المكان ابسط يدك فبسط يده فبايعه فبايع إبليس أبا بكر ثم قال يوم كيوم آدم ثم نزل فخرج من المسجد أمير المؤمنين يحدث سلمان عن إبليس هذا لأن سلمان لم يكن عارفا به وإنما حدث أمير المؤمنين بذلك أمير المؤمنين هو الذي أخبره بأن هذا الرجل كان إبليس وحدثه عن رسول الله في هذا التفصيل قال أمير المؤمنين أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يبايع الناس أبا بكر في ظلة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقنا وحجتنا ثم يأتون المسجد فيكون أول من يبايعه على منبر إبليس في صورة شيخ كبير إلى آخر ما جاء في الحديث هذه أحاديث أهل البيت أتباع سقيفة بني ساعدة يرفضونها البتريون اللعناء في النجف وكربلاء يرفضونها هم أحرار في ذلك هذه أحاديث العترة وتلاحظون أن المضامين يشرح بعضها بعضا وأن البانوراما تتكامل أجزاؤها شيئا فشيئا وهذا أدل دليل على صحتها لأننا إذا رفعنا جزءا من هذه الأجزاء فإن صورة لن تكتمل هذا يعني أن الجزء الذي رفعناه كان جزءا حقيقيا دائما أقول من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها ماذا نقرأ في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة من سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ماذا تقول العترة في تفسير قرآنها لازلت أقرأ من الجزء الثامن من الكاف الشريف في الصفحة الرابعة والخمسين إنه الحديث التاسع عشر بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن إمام الباقري صلوات الله عليه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال ذاك والله الإمام يقسم لا لأجل أن نصدقه وإنما لتأكيد المطلب قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير إنها سقيفة بني ساعدة وهذا وهذا سبب إصرار على هذا العنوان لأن الفساد بدأ من هنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير لما أخذ المهاجرون يقولون نحن الأحق بخلافة رسول الله في سقيفة بني ساعدة في تلك السقيفة اللعينة الأنصار أيضا اشتركوا في تلك الجريمة وتلك المؤامرة القذرة فوضعوا هذا الإقتراح فقالوا منا أمير من الأنصار ومنكم من المهاجرين أمير هنا هنا تحققت الجريمة الكبرى والخيانة العظمى والتي تفرع عنها أن قتلوا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها القيمة على الدين وعلى أهل الدين كامل الزيارات من أوثق كتبنا وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران إنه الباب الثامن والمئة صفحة ثلاثمية وسبعة واربعين الحديث الحادي عشر حديث طويل مفصل الله يقول لرسول الله الحديث يحدثنا به إمامنا الصادق صلوات الله عليه الله يقول لرسول الله وأما الثالثة فَمَا أَهْلُ بَيْتِكَ مِنْ بَعْدِكَ صلوات الله عليه وفاطمة هذا الكلام كلام الله لرسول الله يحدثنا به إمامنا الصادق وأما ابنتك فتظلم وماذا بعد وتضرب وهي حامل وماذا بعد وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب من الذي فعل هذا أبو بكر وعمر الصحابة من المهاجرين والأنصار ألا لعنة الله على قاتلي فاطمة ألا لعنة الله على ظالم فاطمة أحاديث المخالفين هي التي تقول من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول يؤذيني ما أهذاها يؤذيني يؤذيني ما أهذاها وأما ابنتك فتظلم وتضرب وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب الكلام فيه تفصيل فإنني أخذت الكلمات التي ترتبط بحديثي في هذا المقام وماذا بعد لازلت أقرأ من الجزء الثامن من الكاف الشريف في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة إنه الحديث الثاني بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد الله الحديث طويل خلاصته خلاصته الصحابة الذين اجتمعوا في حياة رسول الله وكتبوا الصحيفة المشؤومة الإمام الصادق بخصوص هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الإمام الصادق يقول نزلت هذه الآية في فلان وفلان في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة ابن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لإن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا هذه الصحيفة المشؤومة الخطة التي كانت مقدمة لرزية يوم الخميس لماذا لم ينصت لرسول الله في اللحظات الأخيرة من حياته هذا صحيح البخاري إنها الطبعة نفسها الكتاب الثالث كتاب العلم في الصفحة الرابعة والثلاثين رقم الحديث مية وأربعة عشر وقد تكرر هذا الحديث في صحيح البخاري في الأرقام التالية ثلاث تالاف وثلاثة وخمسين ثلاث تالاف مية وثمانية وستين أربعة تالاف أربعمية وواحد وثلاثين أربعة تالاف أربعمية واثنين وثلاثين خمس تالاف ستمية وتسعة وستين سبعة تالاف ثلاثمية وستة وستين الحديث هنا مية وأربعة عشر بسندي البخاري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر وهؤلاء دينهم أبتر نحن نعرفه لكنني أذكركم فقط لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أي جريمة هذه ضلال الأمة في أعناق هؤلاء لماذا فعلوا هذا مع رسول الله لأنهم قد خططوا هذا هو المخطط مثل ما تقول الآية الكريمة ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الصادق يقول نزلت هذه الآية في فلان وفلان في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة هؤلاء هم أصحاب الصعيفة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا لذا حينما جمعهم النبي كي يكتب الكتاب العاصمة للأمة ماذا فعلوا أحدثوا ما أحدثوا في تلك الضوضاء لأنهم قد خططوا مخططا حينما تخلفوا عن جيش أسامة كانوا يعملون ويهيئون لمخططهم ولذا فإن النبي لعن الذين تخلفوا عن جيش أسامة الحكاية واضحة واضحة جدا وإلا لو كان الصحابة قد اشتبهوا في موقفهم في حادثة رزية الخميس لرجعوا واعتذروا لماذا لم يعتذروا لماذا بقوا على موقفهم نفسه حتى رحل رسول الله عن هذه الدنيا ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع عمر ما قال هذا قال إن الرجل ليهجر ولكن البخارية كذاب ومدلس ومحرف قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا حتى لو قال هذا الكلام من أنت يا عمر حتى تقول هذا الكلام لرسول الله ما قيمتك أنت ما قيمتك وما قيمة أبيك وما قيمة أمك إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط طردهم النبي قال قوموا عني لو كانوا مؤمنين ما طردهم القرآن صريح في أن الأنبياء لا يطردون المؤمنين القرآن صريح في أن رسول الله لا يطرد المؤمنين طردهم لأنهم ما كانوا على الدين ما كانوا مؤمنين قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم فقد كان ذلك كله إذا كتب الكتاب قتل الحسين من هنا فإن المقولة التي تقول من أن الحسين قتل في يوم السقيفة هذه مقولة ضعيفة صحيحة الحسين قتل في يوم الصحيفة وليس في يوم السقيفة هذه هي ثقافة العترة الطاهرة الأصيلة إذا كتب الكتاب قتل الحسين هو هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة وطبقوه في سقيفة بني ساعد وما كان في واقعة رزية الخميس كان مقدمة كان جزءا من هذه المؤامرة القدرة هذا هو الذي جرى هذه الحقائق لا بد من كشفها وما ذكرته هنا يمثل جزءا يسيرا مما أعلمه أنا والذي أعلمه أنا ما قيمته للذي يعلمه إمام زماننا الذي أعلمه أنا أخذته من نصوص أحاديثهم والتي ضاع الكثير منها وحرف الكثير منها ولا زال البتريون اللعناء أعني مراجع النجف وكربلاء يحاربون هذه الأحاديث إنهم البتريون البتريون إنهم استمرار لتلك السقيفة اللعينة السقيفة بني طوسي استمرار لسقيفة بني ساعد وهذه الحقائق كلها تشهد بهذه النتيجة نذهب إلى فاصل أعتقد بعد هذه المعطيات التي ذكرتها وقد ذكرتها بنحو سريع وإجمالي ومقتضب وإلا فإن المطالب هذه تحتاج إلى العديد من الحلقات أعود إلى السؤال الذي قلت من أنه يطرح نفسه بنحو منطقي كيف سيملأها قائم آل محمد سيملأ العالم سيملأ الدنيا قصطا وعدلا حتى يضع النقاط على الحروف وحتى يضع الأشياء في نصابها لا بد من كشف الحقائق في أوضح صورة ولا بد أن يكون التأسيس على علم واضح وليس على هذه الشبهات والحماقات والضلالات والسفاهات لا بد أن تكون الأمور بينة وهذه نقطة حساسة الموقف من سقيفة بني ساعد لا بد أن يكشف حال هذه السقيفة حال هذه السقيفة وأن تشخص الأمور كما هي ولذا فإن إمام زماننا سيقوم بهذا الأمر وإلا ففي عقيدتنا من أن أبا بكر وعمر ما هما بمدفونين في جوار النبي هذه ثقافتنا الشيعية التي ورثناها عن العترة الطاهرة المتفونان بجوار النبي سلمان وأبو ذار نقل من هذا المكان لكن الأمر لا بد أن يبين مثل ما يعتقد الناس هناك محاكمة عالمية وهذا الذي يجري في فتنة المدينة يمثل جهة من جهات المحاكمة العالمية التأريخية كي تتضح الصورة للناس وكي يعرف الناس كم ظلموا الله وكم ظلموا أولياء الله هذه النقطة مهمة وأساسية جدا لأجل أن تتحرك مسيرة الإصلاح بخطا ثابتة كي تصل إلى أهدافها وغاياتها وهذه محطة من محطات الطريق إنها فتنة المدينة في الحقيقة ما هي بفتنة الناس يصنعونها ويجعلونها فتنة إنها محطة لبيان الحقيقة ولوضع النقاط على الحروف إنها معلم من معالم الهداية يوم الظهور يوم من أيام الله لو كنتم تعرفون أيام الله لما اعترضتم على هذه الروايات لكنكم يا أيها البتريون لا تعرفون أيام الله من أين تعرفونها وأنتم تبنون عقيدتكم في المعادي على عقائد الأشاعرة والمعتزلة أيام الله ثلاثة هذا هو المعاد عقيدة المعادي في ثقافة العترة الطاهرة تبتني على أن أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى وفي كل هذه الأيام هناك نبش للقبور يوم القيامة الكبرى ماذا يقول القرآن في سورة الانفطار من الآية الأولى إلى الآية الخامسة بعد البسملة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إنها علائم يوم القيامة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت فهل أن الله نباش للقبور وهو يبعثر القبور لاحظوا الدقة في التعبير وإذا القبور بعثرت البعثرة تعني تقليب كل شيء تعني نشر كل شيء تعني الفوضوية في نشر الأشياء هناك حكمة في بعثرة القبور هذا هل أن الله ليس قادرا على أن يخرج الناس من قبورهم من دون بعثرة لقبورهم فهل أن الله نباش للقبور عملية النبش هذه بطريقة البعثرة بهذه الطريقة الفوضوية تترتب عليها غايات كي يعرف الناس قلة الدنيا وعدم قيمتها وضعف الإنسان وقدرة الله ومن أن مواعيد الله حقيقة إن وعد الله حق لا بد أن يتحقق إذا السماء فطرات وإذا الكواكب انتثرات وإذا البحار فجرات وإذا القبور بعثرات علمت نفس ما قدمت وأخرت الغاية الغاية هنا علمت نفس ما قدمت وأخرت جزء من وسائل التعليم لهذه المعلومات بعثرة القبور حتى يرى الإنسان هوانه وضعفه وإذا القبور بعثرت الله هو الذي يبعثرها فهل هو نبهش للقبور وفي سورة العاديات في الآية التاسعة بعد البسملة وما بعدها أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير ماذا تقول أحاديث العترة إنني أقرأ من تفسير القمي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الرواية طويلة تبدأ في صفحة 763 بسنده بسند القمي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تستمر الرواية الطويلة إلى صفحة 766 حيث يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قال نزلت الآيتان أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور قال نزلت الآيتان فيهما فيهما في أبي بكر وعمار من جملة الإشارات في معاريض أحاديث الأئمة يستعملون الضمير الغائب للمثنى من دون ذكر الأسماء حينما يتحدثون عن أبي بكر وعمار في بعض الحالات قال نزلت الآيتان فيهما خاصة كان يضمران ضمير السوء ويعملان به فأخبر الله خبرهما وفعالهما أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور هناك إشارات وتلويحات واضحة في كلمات الأئمة وأحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتلك هي معاريض كلماتهم وأنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل صغيرة وكبيرة قلت من أن أيام الله ثلاثة وفي كل هذه الأيام هناك نبش للقبور هناك بعثرة للقبور مر الحديث عن يوم القيامة أما الرجعة الرجعة التي ينكرها أتباع سقيفة بني ساعدة لأنهم لا يفقهون القرآن لا يفقهون القرآن الرجعة ذكرت كثيرا في الكتاب الكريم أذكر لكم على سبيل الإشارة حيث فرق القرآن بين الرجعة وبين القيامة الكبرى فحينما نقرأ في سورة الكهف في الآية السابعة والأربعين بعد البسملة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة هذه ساحة المحشر علائم يوم القيامة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الجميع يحشرون هذه بديهة الجميع يحشرون في يوم القيامة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يوم القيامة الكبرى اليوم الثالث من أيام الله في منظومة عقيدة المعادي بحسب دين العترة الطاهرة لا بحسب سقيفة بني ساعدة ولا بحسب سقيفة بني طوسي القذرة اللعين إنما أصفها بهذه الأوصاف ولا أصف سقيفة بني ساعدة لأن الإمام الصادق حينما تحدث عن مراجع سقيفة بني طوسي قال عنهم من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه سقيفة بني ساعدة قتلت الحسين إذا كتب الكتاب قتل الحسين مر علينا قبل قليل قتل الحسين حينما كتب الصحابة الصحيفة المشؤومة إذا كتب الكتاب قتل الحسين ولكن مراجع سقيفة بني طوسي أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء ألعنوا وأقذر وأنجسوا من قتلة الحسين إذن هذه الآية تتحدث عن يوم القيامة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إذا ذهبنا إلى سورة النمل وإلى الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة ويوم نحشر من كل أمة فوجة ممن يكذب بآياتنا إنهم أصحاب سقيفة بني ساعدة وأصحاب سقيفة بني طوسي ويوم نحشر من كل أمة فوجة هذا حشر لبعض الناس مثلما تقول أحاديث الرجعة الراجعون هم الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر ويوم نحشر من كل أمة فوجة إنهم الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر ما هو بيوم القيامة هذا حشر لبعض الناس هي صورة من صور القيامة مثلما ظهور الإمام الحجة صورة من صور القيامة ولذا عبر في القرآن عن يوم الظهور بيوم القيامة وعبر عن الرجعة أيضا بيوم القيامة وعبر عن القيامة الكبرى بيوم القيامة إنها أيام الله الثلاثة كل هذا جاء مفصلا في أحاديث العترة الطاهرة ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا وآيات الله محمد وآل محمد إننا لا نتحدث عن تلك الآيات المسخرة عن آيات النجف وكربلاء عن الآيات العظمى المسخرة ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وتستمر الآيات كي تتحدث بعد ذلك عن علائم يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور أن نفخ في الصور قبل القيامة إلى آخر الآيات هذه الوقائع التي قرأتها في الآية الثالثة والثمانين هذه في الدنيا في مرحلة الرجعة ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون تستمر الآيات حتى نصل إلى الآية السابعة والثمانين بعد البسملة ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وتأتي الآية التي بعدها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إنها أحداث يوم القيامة في سورة القمر هذه الآيات تتحدث عن الرجعة بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم لقرآنهم إنها الآية السادسة بعد البسملة والتي بعدها فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر إنها بداية الرجعة خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي أجيبوا داهي الله هذا هو الإمام المعصوم مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون الكافرون من سقيفة بني ساعدة والكافرون من سقيفة بني طوسي إنهم الكافرون ببيعة الغدير بحسب القرآن ألعن الكفر هو الكفر ببيعة الغدير يقول الكافرون هذا يوم عسر الحديث عن الدنيا ولذا فإن القرآن يأتي بهذا المثال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر هذا حديث دنيا لأن الرجعة جزء من الدنيا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر الجراد المنتشر انتشاره يكون فوضويا لأن قبورهم قد بعثرت بعثرت القبور فهل أن الله نباش للقبور حين يبعثر قبورهم إنها أيام الله ويوم القائم كذلك ستكون فيه رجعة لمجموعة من المؤمنين ولمجموعة من الكافرين وستبعثر القبور الإمام يخرج مجموعة بنفسه هو يأمر الأرض أن تنشق ويخرجون من باطن الأرض يخرجون من قبورهم وهناك قبور في النجف ستفتح بأمر الإمام ولكن من دون أن يكون الإمام قريبا منها عملية نبش القبور وفتح القبور وبعثرة القبور هي جزء من شؤونات أيام الله وأيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى ولا زال الحديث متواصلا لم يكتمل النقاش ولم يكتمل الحديث في هذا الموضوع سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد نلتقي غدا إن شاء الله على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي وهنيئا لنا إذا كنا زهرائيين مهدويين أما هم الطوسيون أعني مراجع النجف وكربلاء هؤلاء بتريون بتريون إلى النخاء بتريون بتريون والهوى والهوى بتري قذر نجس وهذا هو الفارق فيما بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية اللعينة سألكم دعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر